يعني عايزة بس اقول حاجة في الوقت المتبقي ده عايزة اقول انه النهاردة حصلت حاجة غريبة جدا وحتقولولي ما هو الخناء في القطر ولا في المترو مش غريب ما بين الناس هقولك لا المرة دي مختلفة والمرة دي مختلفة لانها في وسيلة مواصلات عامة ومش خناءة في الشارع يعني اقصد ايه مش اتنين بيتخنقوا على القهوة او في الشارع فنقول خناءة طبعية لا والخناءة فيها اطراف كتير قوي كمساري النهاردة ضرب واحد بالقلم كمساري بتاع قطر منوف النهاردة ضرب واحد بالقلم وضرب واحد بالقلم عشان الراجل المحطة فاتيته فالمفروض اللي بيقطع تسكرة ينزل في المكان المحدد الراجل المحطة فاتيته فما معهوش يكمل بقى عشان ينزل المحطة اللي بعدها اللي هو مش عايزها اصلا بس معها بنته وبنته بنت سوايرة طفلا فالكرسة فاكتر من شيء اه نهاردة وزارة النقل او هيئة السك الحديد ده حولت الراجل للتحقيق وبيتحقق معه دلوقتي اللي كمساري لكن انت امام انا معرفش يا جماعة اعتبروها استغاسة اعتبروها منجدة اعتبروها رد اعتبار اعتبروها زي ما انتو عايزين لكن انا امام مشكلة انسانية نفسية عشان لو يعني سواء القصد الكمساري ده هياخد عقابه بالفصل بالطرد بالسجن باللي باللي بال لكن ضرب الراجل بالألم من الكمساري وإهانته امام كل الناس اللي راكبين امام الركاب ده موضوع وإهانة قب فقير على قد حاله امام بنته الطفلة ضربه وإهانته دي مسألة كارثية على المستوى النفسي انا هنا مش بناشت حد بعينه بس انا هنا بقول لكو ارجوكو 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 مين هيجيب للطفلة دي حقها وحق ابوها مين حيردلها اعتبرها الانساني البنت دي يا جماعة ارجوكو لازم اجلس قامل الطفولة رئاسة الوزراء معرفش ايه اي جهة من يهموا الامر معرفش مين انت امام حالة الكارثة دي واللي حصل ده هيظل المشهد ده جوه دماغ البنت وجوه نفسيتها طول حياتها بإهانة ابوها يعني هي الفكرة البنت سيبكو من فكرة المهم انه انه الراجل ربنا بعثله اللي يستره يعني ربنا سخر له ناس كتيرة تستره عملين يقولوله خد التذكرة هي خد الفلوس اللي انت عايزها هي خد خد وده ركب دماغه مش هياخد اي حاجة غير من الراجل الراجل ما معهوش يا بني آدم ده لو انت انسان طبيعي ده الراجل لو محتاج عشر جنيه وانت معاك وانت معاك انا مش بقول ان انت معاك يعني تخيل انت بتعمل ايه في ايام مفترجة وتتحسب لك صدقة ازاي وتتحسب لك ازاي حاجة انسانية في حياتك البنت دي مين حيرد لها اعتبارها يا جماعة يعني حق البنت دي اللي شافت مش هدي وجع القلب لأهنة ابوها ان حد يرد لها اعتبارها لازم حد يسألها انت عايزة يتعامل ايه في الراجل ده علشان ما تحسيش ان ابوك ياتهنق صادق سماوها يمكن وانا ارجح انه البنت ما بين حاجتين ممكن تسامح او ممكن تقول انا عايزة ابويا يضربه بالقلم زي ما هو ضرب ابويا بالقلم في الحالة دي بقى احنا ردينا للبنت اعتبارها ترجمة نانسي قنقر